حي السلام برضو كان وصل لنا شكوى في دي بتاعة النزهة الجريدة يا شباب بتاعة النزهة الجريدة شكوى متقرر وصلت للبرنامج من سكان نزهة الجريدة بيقولوا ان تحولت منطقة النزهة الجريدة من منطقة راقية هادئة الى مناطق صاخبة فرش مضاعع خارج المحلات وبيعين جائلين ودوشة وسوئة وحجزة اماكن المحلات وتحول جراجات الى مخازم والشكك الارضي تحولت المحلات مع اختلال الارصف او الارصف يعني مطالبين بالتحقيق في هذا الامر من الحي وانه لازم يعني نضيق الخناء على المواطنين في المسئلة دي يعني ما كنش بيه تعدى دي الصور دي ما قابل صح؟ نزله الحاملة هي بمجرد ان احنا تواصلنا مع الستاذ محمد عبدالهادي رئيس الحي حي السلام اول اللي تابع ليه النزهة الجريدة ودي الصور اللي برضو بعتها في ازر تاري يعني احنا كده احنا كده تمام نحاول بقدر الإمكان نزيل بعض المعاناة وليس كل المعاناة طبعا لأن المتاح لدينا فإحنا لكل الأجهزة الاحترام والتقدير في هذا الإطار من محافظة القاهرة شوفوا إحنا كنا فين في الفيوم وبعدين الشرقية وبعدين القاهرة وبعدين الجيزة وبعدين نروح نروح أنه وإنتوا بقى على فين على الدأهلية الصفحة يا شباب تاني اللي عنده مشكلة يبعت تاني اللي عنده مشكلة يبعت وإحنا في ضوء الأطر المتاحة لدينا هنتواصل مع حضراتكم أرجوكم والله خاطركم على عيننا وعلى رأسنا ونشيل المعاناة من على حضراتكم قدر الإمكان إحنا وجودنا في هذا المكان مرتبط بيكم يعني